العملية السادسة صفحة 34 في 15 واحد حصلت المؤسسة من فندق الأفراح مبلغ 20 ألف ريال نقداً مقابل أعمال غسيل والمطلوب تحليل العملية إلى طرفيها المدين والدائن ثم إثباتها في دفتر اليومية لتحليل هذه العملية نجد لدينا كلمة نقداً تعني الصندوق ومعنى أن المؤسسة حصلت معنى أنه حدثت به زيادة والصندوق أصل وطبيعة الأصل أنه مدين ولزيادة أي حساب تكون الزيادة في نفس الجانب الطبيعي أي أن الصندوق في هذه العملية سوف يكون هو الطرف المدين لدينا أيضاً أعمال الغسيل تمثل بالنسبة للمنشأة إيراد والإيراد مثله مثل الخصوم وحقوق الملكية طبيعته أنه دائن وعند الزيادة تكون الزيادة في نفس الجانب فيصبح هذا الإيراد هو الآخر إيراد فيصبح هو الآخر دائن إذن لدينا الطرف المدين هو الصندوق والطرف الدائن هو أعمال الغسيل مرة أخرى نحلل هذه العملية نقول أنه في الطرف المدين أو حدثت زيادة في الصندوق بمبلغ 20 ألف وهو أصل ولزيادته يكون مديناً إذن الطرف المدين هو حساب الصندوق في الجانب الآخر الإيرادات زادت وهي مثل الخصوم طبيعتها أنها دائنة وعند الزيادة تكون أيضاً دائنة بناء على ذلك فإن الطرف الدائن في هذه العملية هو حساب الإيرادات لإعداد دفتر اليومية نقوم بتصطير الدفتر الذي به أربع أعمدة العمود الأول والثاني للمبلغ المدين والدائن ثم البيان ثم التاريخ في السطر الأول نكتب الطرف المدين ونكتب قبل منه كلمة من بما يعني أنه حساب مدين أو في الطرف المدين وهو حساب الصندوق بالمبلغ الذي تم تحصيله هو إداعي الصندوق وهو عشرين ألف تكتب في عمود المدين نترك صنطي ثم نكتب الطرف الدائن ونكتب قبل منه إلى حساب الإيرادات ثم نكتب في نفس السطر المبلغ وهو عشرين ألف إذن القيد يتكون من طرفين طرف مدين وطرف دائن ويكتب المبلغ في نفس السطر في كل عمود ثم نشرح القيد ونقول استلام إيرادات وإدعاها بالصندوق هذا يمثل شرح القيد ثم نكتب التاريخ ثم نأخذ خط لنفصل العملية عن العمليات التالية لها ترجمة نانسي قنقر